شحنة من المهروقات بعد أشهر من الانقطاع تصل إلى بعض المحطات العامة والخاصة ببلدية ودي الأجال وقدرت الشحنة الأولى التي وصلت إلى مناطق بلدية بنت بيه بأربعمائة وأربعين ألف لتر منها ثلاثمائة ألف لتر من البنزين ومائة وأربعين ألف لتر من وقود الديزل نعمل من نقص في البنزين لها فترة ثوى كمدة خمس شهر ما جتناش ونأخذ فيها سوق سودا وبينما المسؤولين في الدولة يقولوا الوضع الأمني مش كويس بينما السوق السودا متوفر يعني باستمرار نأخذ فيها بزوز دينار وسيولة ما فيه يعني وقابلين على مرحلة توا من دراسة من الحاجة الحاجة يعني الناشد يعني المسؤولين في الدولة أن ينظر حالنا يعني هو الوضع متاعنا وضع هشرة ربي يعلم بي الحق والله الخطوة لاقت استحسانا من المواطنين هنا آملين استمرار تدفق الوقود إلى مناطقهم وبكميات أكبر خاصة أن هذه الكميات لا تكفي احتياجاتهم بعد فترة الانقطاع الطويل بهذه المناطق ولا تزال هناك محطات أخرى مقفلة ولم تصلها الإمدادات ما قد يتسبب في حالة من الازدحام الشديد على المحطات المفتوحة بالنسبة لوضع البنزينة هنا ما يفرحش بكل يعني توصحيح وصلتنا البنزينة وليها خمسة شرفات وما وصلتش بكل بينما تلقى الشيلاتر العشوائية اللي هي في السوق السوداء يبيعوا فيها بزوز جنيه ويجيهم بطليات وهنا يقول لك الوضع الأمني الوضع الأمني بالنسبة للمحطات الرسمية والعشوائية توصلها بطليات وتفرق فيها ويبيعوا فيها بزوز جنيه الأهالي يناشدون الحكومات المختلفة ولجان الأزمة المتعددة وشركة البريغا النظر إلى معاناة سكان هذه المناطق بوضع آليات منظمة ومستمرة لضمان وصول الوقود إليها إسوة بمدن ومناطق الشرق والغرب الليبي اشتركوا في القناة